مراسل العربي بإطلاق المقاومة الفلسطينية رشقة صاروخية من شمالية القطاع على عسقلان وأضاف المراسل بأن صفارات الإنذار دوت خلال إطلاق الرشقة الصاروخية فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية أن صاروخا سقط في البحر واعترضت القبة الحديدية الصاروخ الآخر أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلية في خايا أدرعي أن الموجودين في أحياء المنشية والشيخ زائد ومشروع بيت لاهية مطالبون بإخلاء المنطقة مع عدى المرافق الطبية وقال أدرعي في منشور على منصة أكسين المنظمات التي وصفها بالإرهابية تطلق مرة أخرى القذائف الصاروخية وتواصل العمليات نحو إسرائيل مضيفا بأن المنطقة المحددة باتت منطقة قتال